اشتركوا في القناة من الاقتصادية يتحدث الكاتب سلمان العطني والذي نصلت في فقرة بين قوسين الضوء على مقاله المعنون ببعد الأمين الدور على مين يقول الكاتب بدأ الجميع يشعر ويستشعر مع الوقت قوة القرار والمحاسبة الشديدة التي ينتهجها الرئيس العام لرعاية الشباب فقوة القرار أصبحت السيمة الحاضرة والمنهج المتبع فبعد قراره بوطنادي الوحدة تأتي إقالة الأمين العام فيصل العبد الهادي على خلفية سماحه بمشاركة السعران الموقوف بقرار من الاتحاد الأسوي مع وقع الاتحاد السعودي في حرج كبير ثم تحدث الكاتب عن اللوائح والتأويلات الكبيرة التي تصاحبها فيقول أين دور من ذهبوا ليرشي العمل في الاتحاد الأسوي؟ وأين دور أعضاء الاتحاد السعودي الموجودين في الاتحاد الأسوي؟ من فك لغز هذه اللوائح؟ ولماذا لم يبادر الأمين العام بالخروج هو أو من يرشحه بدلا عنه لبيان حقيقة اللوائح لجميع الأندية؟ أم أن المسألة أكبر وهي أن لا أحد في الاتحاد السعودي يعرف الحقيقة ويفهم قوانين الاتحاد الأسوي؟ الكاتب تحدث عن نادي الشباب وموضوعه مع اللجنة حين قال أشرك نادي الشباب لعبه عبدالزيز سعران بناء على خطاب موقع من الأمين العام للاتحاد السعودي فهل يأخذ الشباب بجريرة خطأ ارتكبته الأمان العامة؟ يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار وإخلاء مسؤولية الشباب من تبعات هذا الخطأ ويختتم الكاتب مقاله بالحديث عن منافسة رئاسة الاتحاد الدوري الفيفا والذي قال فيه أنه توقع انسحاب ابن همام من ترشحه لرئاسة الفيفا قبل حسم المنافسة دكتور توقعي بس حدث يقول هذا الشيء أنه إن شاء الله من الأمان وبينحطه في مكان ثاني أحسن ممكن يعني هذه فرضية ممكن تكون صحيحة وإذا حدث هذا الموضوع وأتمنى أن تكون خاطئة يعني الرجل أخطأ في الموضوع الأخير بس أنه مشكرا عمله خطأ في الموضوع هذا حتى للتعاون أخطأ حتى التعاون أعطاهم خطاب مشاركة لعب بدر الخميس نفس الشيء ما من أجراء طالع من عنده أو من عند لجنة الاحتراف أو من لجنة الفنية مفروض من عندك أمينة إذا أنا أمين عام تحاد كرة القدم تطلع خطابات للأندي بدون ما تمر عليه وتوقيعي فمعناتها الدعوة سائبة والله الدور على مينة بعد الأمينة أنا أعتقد أنه يعني إحنا بعد نهاية الموسم نناشد بحل جميع اللجان العاملة في اتحاد الكرة لأننا نبحث عن أن يكون اللجان المفصلية المهمة مثل لجنة الفنية مثل اللجان التي فيها أمور تحكم بين الطرف وطرف أن يكون رجال القانون والمحامات متوفرين فيها أكثر من الناس المجتهدين اللجاي مجرد أنه يقول أنه كان لعب سابق أو صحفي أو إعلامي أو غيره فالعملية يجب أن يكون هناك أنا أعتقد وأتمنى وأتوقع أن اللجان العاملة في اتحاد الكرة سيتم حلها كاملة بعد نهاية الموسم طيب واصل قصير بعده نعود لجزلة